رمضان شهر المحبة والألفة والجماعات الحلوة وسفرته دائما مميزة فكيف إذا كان الشاف حسن رح يحضرنا الإفطار بالطبيعة مرحبا واضح أنا حسن عبدالله أنا بتضبخ بالطبيعة بحب الطبخ كتير وبحب الطبيعة وده ماشت اثنين بحبهم مع بعض الطبخ أنا متعلمته هي هواية كانت الأهل الوالد بيشتغل كان عنده مطعم هو كان الهامي لهذا الموضوع من أنا وصغير أنا عملت الفيديو كانت ظاهر أنا ورفعاتي عملت الفيديو قلت إنه ليه ما بصور أنا وعم بشتغل صورت ونزلت وتاني يوم فقت الصبح لأيت إنه كان كتير عامل ضجي فقلت ليه ما بكمل بهذا الشي فقررت أنا إنه يصير عندي أهداف الصفحة اللي هي إنه فرجة طبيعة بلدي قدية حلوة والطبخ بلدي قدية طيب وخلي العالم العربي شوفوا قدية بلدنا حلو حتى في مطاري حنب لبنان أحلى من أوروبا بكتير بالنسبة للأطباق أنا بطبخ طبخ لبناني ودايما بحب دخل شي أجنبي بالطبخ يعني من أكتر الأشياء بحب عملها إنه إدمج الفواكي مع الأكل مرة عملت حفتات مع الشوارمة اللبنانية دخلت لها أنا ناس وكتير حبوها الناس دايما بيستخدم الحطب بيستخدم بالطبخ الأشياء البدايية اللي كانوا يستعملوها عشدادنا عشان ما ننسوا كيف كانوا يتعزوا هنو عميدكم حلق عملت هيد الإتجاجة حلق حاستعمل عادة التكنيك اللي هو حنشويها بقلب التنكي هيك كانوا يعملو من الزمنات أكيد الطبخ بالبر أطيب أول شي لأن نحن عم نعمله بالطبيعة وعلى حطب اللي حطب بيعطي نكهة ما فيه ولا فرون بيعطيها ولا غاز بيعطيها هلأ برمضان عملت كتير وصفات من كل أنواع الأكل لأكل البحري، اللحم، الجاج، وصفات خارج صفرة رمضان وبلش نلسلة أنا قريباً عندي على الصفحة موسيقى تقريباً عندي على تيك توك 250 ألف 260 ألف على إنستجرام 111 ألف موسيقى كل إنسان بيقدر يبدع بشغله بأي شي بيعمله بس أهم شي يحط هدف قدامه مجرد ما يحط هدف وبلش يشتغل عليه حيوصل هلأ بدنا نشوف الجاجة إذا استويت موسيقى تخيلوا جاجة عم تستوي على النار على الحطاب حد النهر حتحضي هون موسيقى شكرا للمشاهدة ورمضان كريم